موسيقى مريخ رامشو حوزيوم يقري اليوم راح نكون باخر حلقه من الفاظنا اللبنانية يعني بنا نختتم اخر احرف ونقال الله راد بالحلقات الجيه بنرجع لمواضيع جديده وحلقات جديده يعني نوع تاني اليوم راح نكون راح نبلش بحرف الهي هي عفكره معناتها شبك او طاقه باللغه السريانيه الحرف هي عنا كلمه كتيره بنستعملها باللبناني بنقول الهبله الهبله يعني البخار بنقول هبل الطبخه يعني عرضه للبخار هي بتجي من كلمه هبله هي زيته باللغه السريانيه هون كمان احب اقول شغله نحنا كتير بنستعمل للشخص الي بدنا نقول بلا دماغ او بمعنى ادماغه او عقله تبخر صار عنده فراغ بعقله بنقول هالشخص شو هبيله او شو مهبل كله بتجي من معنى بخار هبله باللغه السريانيه عنا كلمه هلل هي بتجي من هلال باللغه السريانيه معناته مدحه وعظمه هلا طبعا هاو دي تعبير دينيه ومنشوف كيف كمان فاتوا على الكنيسه بنقول نحنا هللوية بمعنى عظم بهال معنى وكمان بنستعملها اكيد بنشوف بالافراح بالعرس بنقول خلينا نهلل يعني طبعا من الفرح بنبقى عم نمدح او نعظم الشغله عنا بنقول باللبناني هولي يعني هولي الغراض او هولي الناس من وين بتجي ما بتجي من هؤلاء ترجمتها هؤلاء باللغه العربية او اولائكا هي بتجي من هولين باللغه السريانيه برجع بلكون النون يعني الحرف اخر حرف عطول بنقدر نختصره او نشيله هيدا شي طبيعي يعني حتى بالاحرف لما منقول مثلا حرف البي هي من بات هي حرف البي منبطل نقول بات منقول با فعطول بنلاحظ اخر حرف منقدر نشيله للتخفيف لما منحكي بلغتنا او العميه او الدرجه عنا مثلا هوده هوده الاشيه يعني هاذه بتجي من هوده باللغه السريانيه منقول عالشخص يلي كتير بيفكر بالشغل وبيضل متبصر فيها منقول هوده بتجي من كلمه اهداس يعني فكره بيه او تبصره باللغه العربية معناته مهوده بالشغله منقول هده بتجي من هاده باللغه السريانيه يعني قاده يعني شو منقول هده حالك مثل يعني قود نفسك قود حالك على الطريق المزبوطه هده حالك منقول مش بمعنى هده باللغه العربية لا مش هيك معناته ما قلع علاقه بالهدوء قد ما هي بالاياده منقول هده الشغله هده يعني مسكه بمعنى قوده او خده على المطرح المزبوط يعني كمان من الاياده بتجي منقول هر بتجي كمان من فعل هر باللغه السريانيه يعني اضره بيه او تأذه منقول هرله سنانه يعني ازاله سنانه منقول الشغله بتهرهر على الارض يعني مثل بتوقع بمعنى بتضره للارض بتوصخه بتأذيه كمان عفكرة في عنا كلمه بتضيع بنستعمله للكلشي الفواكي اللي مش منيحه اللي بتوقع عن الشجر وبتضل على الارض بنسميه هراره منقول هبصه بتجي من حبصه يعني هه مش هه اصلا معناته ازدحام او جمع من هون منقول هبوسه مصاري يعني مثل ازدحام او جمعه مصاري هبوسه يعني كميه كبيره من المال عنا منستعمل بنرجع لتعابيرنا المسيحيه او الدينيه منقول هيكل من هيكله يعني او قدس الاقدس هو البيت العظيم وعالارجح هيدي الكلمه اجت من الاكدية من ايجاله معناته البيت العظيم منقول هفت نفسي عالشغله او هف بمعنى هوفه باللغة السريانية يعني نفخه او نفس منقول مثلا هف الزرع يعني ضربته ريح يا كتير سخنه يا كتير بارده ومعطي موسم منيح منستعمله كتير هيدي بتضيع منقول هف الزرع منقول هف قلبي على الشغله يعني عطيه مثل نفس او نفحه او هفت نفسي عشغله منقول هيك هيك مش معناته هكذا بتجي من هوكان او هوكان بالغة السريانية او هيكة يعني كمان هكذا او على فكرة ممكن تجي من اك اك باللغة السريانية او ايك باللغة السريانية يعني مثل او اخ مثل او حسب كلها تجي من هالكلمات وفاتت اكيد على اللبنانية بس كمان ما ننسى فيه فيه تشابه ما بين العربية والسريانية بكتير من اسماء الاشاره وغيره لانه ما ننسى انه العربي اخد كتير من السرياني من القواعد والالفاظ وغيره فكرمال هيك اوقات احنا لانه ما منعرف ما عنا المام بالسريانية عادة الشعب اللبناني ما بيعرف اللغة السريانية نسيه فبيصير عطول يرده على العربية بيفكر ما رده انه لا هيدي كلمه عربية ننتقل لحرف تاني حرف الواو واو باللغة السريانية يعني بمعنى وصلة فعنا كمان كلمه كتير منستعملها للولاد بس ما بدنا ما يهون يقزوا حالون شو بنقول واو واو تجي بتجي من ووي باللغة السريانية يعني ويلة ويو معناته بلية بنقول يا ويلي من هون بتجي منقول ولول من قالو باللغة السريانية يعني ناحا او صاحا بنقول ولوال يعني بولول عادة هيدا بنستعمله بشهر منا بتجي كلمة شهر ايلول هو شهر النواح والبكة طبعا من من حضارتنا او من تراثنا ومن ادياننا القديمة كتير لما كنا نولول على الاله دموز طبعا هيدا من من الالهة من اول الالهة باساطيرنا القديمة اللي كنا نعبدا وكرمل هيك شهر ايلول هو شهر يعني بنبكي فيه على الاله دموز طبعا هو كله العلاقه بالطبيعة لانه الطبيعة بتبلش خلص بيخلص فصل الصيف بيبلش الخريف بتملش الطبيعة بتموت فبنعتبر هيدا الشي شهر النواح والبكة عنا بنقول ايوه ايوه بمعنى وافقة بتجي بن ايوه باللغة السريانية بنقول وريد يعني واريده باللغة السريانية معناتها بالعربي شيريان او عصب ما عنا كتير كلمات بحرف الواو بننتقل لحرف الي ي ي بتجي من كلمه يعني شو اسمه اليود يود يعني يد باللغة السريانية عنا بس ككلمه او تعبير كتير لفتلي نظري منقول يابا شوفوا منين ايجت هالكلمه من قابو باللغة السريانية يا هو حرف نداء بالعربي يعني بتصير بمعنى يا هذا يعني يابا هلا الابو بتجي بمعنى مش بس اب بتجي ممكن تكون رئيس مثلا دير او بمعنى كمان مثل ذو يعني يا هيدا يا صاحب الكزا يا ذو كزا عرفت كيف كرماليك بنقول كمان ممكن تجي بمعنى يعني كأنه يا ابن الناس كرماليك بنقول يابا او يا ابن الربع بهالمعنى هلا يابا هلا يابا مثلا عندنا بنقول راجع لبنان فمن هون بتجي كلمه يابا شوي بدي اعطيكم هيك كم كلمه من هون وهون يمكن كنا ناسينهم بالحلقات السابقه بنقول نحنا كتير كلمه باعق بتجي من باعاق يعني هزه بعنف وفعلا بباعاق بتحس بهز جسمه بعنف منقول شو بيمزح هيدا الشخص بتجي من بازاح باللغة السريانية انا قلت لكون بحلقات سابقه انه الباي والميم كتير بتدخلوا مع بعض بلهجتنا فبازاح معناتها اضحكة من كمان منقول زعق او زعق بتجي من زعق باللغة السريانية بتعني صرخ عنا بنقول قفط بتجي من قفط قفط على يعني مثل استخفه كرميل هيك بنقول حاج مثلا تقفط بها المعنى عنا بنقول كتير نحنا كلمه منور منور مطرح ما بيكون فيه شباك وفيه بعدين هيك مطرح بنسميه منور منور معناتها بتجي من منهرونه سوري منهرونه معناتها نافذة اللي بيجي منا الضو منهره باللغة السريانية يعني النور ضو منقول كتير بنستعمل كلمه عبانا عبانا عملتهاك عبانا قلتهاك بتجي من بنو باللغة السريانية بتعني بنيان او اساس وهي فعلا لما بنقول عبانا يعني بمعنى اساس قلتهاك او اساسها عملتهاك اخر شي في عنا حتى ما قبل السريانية او الارامية اللغات القديم كتير كمان يعني ان كان الاكادية ولا السومرية وصلونا كلمات بعدنا لليوم بنستعملون مثلا منقول اذا شخص اخلاقه مش منيحة منقول شو سرسري هيدي كلمه مثلا ارامية منقول هالشخص شو تمبل 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 معناته بليد او كسول هيدي كلمه سومرية يعني بتعني عاطل عن العمل تمبل عنا بنقول كلمه سنسول سنسول هيدي كلمه بابلية يعني اكادية بتعني العمود الفقري سنسول عطول بس شغلة هيك بتجي بالطول بنقول عنا سنسول بنستعملها كتير بليبنان عنا كلمه اسكافي معناته صانع الاحذية هيدي كلمه اكادية بتجي من الكلمه الاكادية الاساسية اسكابو اكيد طبعا عنا كلمات تانية بعد من لغاتنا الشرقية القديمة او حتى من اللغة الشرقية القديمة المشتركة ما بين كل لغاتنا بعدنا بنستعملون لليوم واكيد بعد الابحاث بتظلها جارية كل مره بتظل نكتشف كلمات جديدة وتعبير جديدة واليوم كن انتهينا من كل خلينا نقول ابجدية الكلمات جربنا نمشي بالطريقة الابجدية لقد ما فينا نقدر نحصر هالمعاني وهالكلمات ونقدملكم اياها وانشالله يكون هالشي هيك فاتكن شوي او على القليلة هيك يعطاكن فكرة لحتى نعرف لما نحنا عم نحكي عن شو عم نحكي ولاي عم نحكي هيك ومنون بسيط بالكلمة انو منعرف منين اصلا وبقلكم فوشون باشلومو وتودي ساقي لمتابعتكن وبلاقيكن بحلقات جديدة بمواضيع جديدة تودي للكم